نفى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في خياد رعي دخول قوات الجيش إلى منطقة تنصرات عبر أي سيارة أو شاحنة مساعدات المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي فندى أيضا المعلومات التي تحدثت عن استخدام الجيش الإسرائيلي الرصيف البحري الأمريكي على سواحل قطاع غزة في الدخول إلى المخيم وكانت المقررة الأممية في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا البنيز قالت أن القوات الإسرائيلية اختبأت داخل شاحنة مساعدات ونفذت عملية استعادة الأسرة في انصرات وسط القطاع فرانشيسكا أضافت بأن إسرائيل استغلت قضية أسرها لمقتل الفلسطينيين في غزة وقامت بعملية إبادة جماعية